في إطار برنامج عمل وفد المجلس الأعلى للمرأة الزائر لفرنسا حاليا عقدت سعادة الأمين العام للمجلس الأستاذ هالي الأنصاري اجتماع عمل مع الأمين العام للمجلس الأعلى للمساواة بين النساء والرجال في فرنسا السيدة كلايري جوي رايد والمفوضة بالعلاقات الدولية في المجلس السيدة كوليا لوكاردور بحضور الدكتورة الشيخة رانا بنت عيسى آل خليفة وكيل وزارة الخارجية ودكتورة بهية الجشي سفيرة مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا وأعد من المسؤولين بالأمانة العامة للمجلس وأكدت الأنصاري خلال الاجتماع حرص المجلس برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى حفظه الله على تبني أفضل السياسات والمعايير العالمية في مجال تعزيز تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين مشيرة إلى أن التجربة البحرينية المتقدمة في هذا المجال تمنحها بعدا دوليا وتؤهل المملكة للدخول في علاقات شراكة متبادلة ومتكافئة مع المؤسسات الدولية المتقدمة في مجال التوازن بين الجنسين وقدمت الأنصاري شرحا مجزا عن التطور المؤسسي للتعامل مع المرأة البحرينية حيث تم في بدايات إنشاء المجلس الأعلى للمرأة العمل على تمكين المرأة في مختلف القطاعات والذي تم التخطيط له من خلال خطة وطنية لنهوض المرأة البحرينية تم وضعها بصورة تشاركية مع المجتمع وتم إدماجها في برنامج عمل الحكومة ومتابعة تنفيذها من خلال نموذج وطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية ما ساعد على تسارع تقدمها وغلق الفجوة في عدد كبير من المجالات كالصحة والتعليم والمجال الاجتماعي من جانبها تحدثت الأمين العام للمجلس الأعلى للمساواة بين النساء والرجال في فرنسا عن المجلس الذي تأسس في عام 2013 لاستكمال البنية المؤسسية للسياسات المساواة بين الجنسين في فرنسا وأهدافه في نشر ومراقبة تطبيق سياسات المساواة بين الجنسين ومكافحة العنف ضد المرأة وتوفير الخبرات للمشرعين عند وضع تشريعات وقوانين خاصة بالمرأة